موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى أخبار عمان من مركز الأخبار بتلفزيوني سلطنة عمان أهلا بكم وفي أبرز العنوين موسيقى حلقة نقاشية بمسقطة تبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة في ظل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية موسيقى الإعلان عن مشروع قريات السياحي المتكامل في ختم مؤتمر عمان من الاستثمار السياحي موسيقى منطقة شهبار للتجارة الحرة بإيران تسعى للتكامل اللوجستي مع منطقتين صحار والدقم الاقتصاديتين موسيقى موسيقى مرحبا بكم إلى التفاصيل بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس من سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنيئة لفخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة عيد النيروز أعربا يلل السلطان المعظم فيها عن خالص التهاني وأطيب تمنياته له بوافر الصحة والسعادة وللشعب الإيراني الصديق بمزيد من التقدم والنماء كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنيئة إلى فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة العيد الوطني لبلاده ضمنها جلالة السلطان المعظم أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الباكستاني الصديق بالطراد التقدم والازدهار دعت الحلقة النقاشية الخاصة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية دعت أصحاب الأعمال إلى النظر في فرص الاستثمار بالسلطنة في ظل الإعفاء الضريبي المتبادل على مجموعة من البضائع وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الاستثمارات الأمريكية في السلطنة تخطت حاجز نصف مليار ريال عماني مسقط واشنطن تدعوان المستثمرين العمانيين إلى الاستفادة من تسهيلات اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإعفاء الضريبية المتبادل بين البلدين على مجموعة من البضائع حيث أن الاتفاقية الموقعة تنص على الإعفاء الكلي من الضرائب المفروضة على البضائع بشكل كلي بعد مرور عشرة أعوام علاقات العمانية الأمريكية التجارية قديمة جدا من أكثر من 200 سنة فطبعا وفي فرص كثيرة اليوم للتجارة والمشاركة التجارية بيننا الميزان التجاري يبقى في صالح الولايات المتحدة حتى الآن باعتبار أن كميات البضائع القادمة من أمريكا هي الأكبر وخاصة في قطاع السيارات الإحصاءات تشير إلى أن قيمة واردات السلطنة من الولايات المتحدة تخطط المئة والستين مليون ريال عماني فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في السلطنة أكثر من 500 مليون ريال عماني أهمية هذه الاتفاقية طبعا أنها تسهل التجارة بين البلدين خاصة إذا كان هناك في مجموعة من البضائع معفية من الضرائب وفي بعد سنة ونص تقريبا بتكمل عشر سنوات تكون كافة البضائع التي كانت مفروضة عليها الضرائب أصبحت معفية 100% وأيضا هذه الاتفاقية تعين على أن البضائع العمانية تدخل السوق الأمريكية معفية من الضرائب والعكس صحيح يبقى الميزان التجاري في صالح الولايات المتحدة حتى الآن الاتفاقية تتميز بحماية المستثمرين في كل البلدين حيث أوضحت الموشرات أيضا ارتفاع معدلات التبادل التجاري إلى قرابة 50% بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ التي وقعت في عام 2009 اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة تدعو المستثمرين إلى الدخول في السوق العمانية في ظل وجود الفرص الاستثمارية لا سيما في قطاعة التجارة والسياحة والصناعة من غرفة تجارة والصناعة عمان فارس من جمع الهيبي مسقط مشروع قريات السياحي المتكامل الذي ستوقعه وزارة السياحة غدا أحدث المشاريع السياحية التي تم الكشف عنها في ختام مؤتمر عمان الاستثمار السياحي المؤتمر كشف أيضا عن قرب العمل في البنية الأساسية لمشروع ديار رأس الحد بالإضافة إلى استعراض المشاريع التي تنفذها شركتها عمران وأساس مشروع قريات السياحي المتكامل أحدث المشاريع السياحية التي تم الكشف عنها تزامنا مع مؤتمر عمان للاستثمار السياحي والذي اختتم أعماله في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بحي العرفان المؤتمر في يومه الثاني تناول مشروع ديار رأس الحد السياحي والذي تم الإعلان على الانتهاء من المخططات التفصيلية واقتراب العمل في البنية التحتية للمشروع بالإضافة إلى استعراض المشاريع السياحية التي تنفذهما شركتها عمران وأساس من خلال جلسات المؤتمر في اليوم الثاني تم عرض عدد من المشاريع من أهمها المشاريع التي تقوم بها شركة عمران وشركة أساس عدد من مشاريع التطوير العقاري والسياحي من أهمها مدينة العرفان التي قامت عمران بإلقاء نظرة مبسطة على المخطط العام لهذه المدينة وخصائصها وقربها من المناطق المطار والمناطق السكنية الأخرى المختصون بالقطاع السياحي أكدوا على أهمية تعزيز الاستثمارات السياحية للسلطنة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والعالمي للاستفادة من الحوافز والمبادرات الحكومية والفرص الاستثمارية المتوفرة بالاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 الاستراتيجية العمانية للسياحة تهدف في المقام الأول إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ليكون بحلول العام 2040 إن شاء الله من 6 إلى 10% أيضا تهدف الاستراتيجية العمانية للسياحة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع إلى أكثر من 500 ألف فرصة عمل إن شاء الله بحل العام 2040 أيضا تهدف الاستراتيجية إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع السياحة لتصل إلى 19 مليار ريال عماني منها 88% استثمارات القطاع الخاص تطرقنا في الجلسة الخاصة بالمشاريع السياحية القائمة في السلطنة حاليا مثل الفنادق القائمة سواء كانت القديمة أو الجديدة بالذات من الفئات العالمية الخامس نجوم كانت تركيز عليها والأربع نجوم على دور الشركات العالمية الإدارية لهذه الفنادق في عملية تأهيل الكوادر العمانية للخوض في قطاع الضياف والسلطانة المؤتمر الذي نظمته شركة مسقط الوطني للتطوير والاستثمار أساس استهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في الأنشطة والمجالات السياحية المتنوعة في السلطنة وعرض الفرص وتقديم الخبرات والتجارب وجه الدعم المقدم لهذا القطاع الذي يعد أحد القطاعات الخمسة الرئيسية في الخطة الخمسية التاسعة تعمل وزارة السياحة على تفعيل منظومة الزائر التي تتيح لزوار السلطنة الحصول على تأشير عبر الشبكة الدولية هذا ما أوضحه لإضاعة وتلفزيون سلطنة عمان معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة الذي أكد أيضا أن هناك خمس عشرة مبادرة يعمل عليها برنامج التنويع الاقتصادي التنفيذ في القطاع السياحي برنامج التنفيذ تم رصد الموازنات والآن بدأنا العمل فيها إن شاء الله وسوف يتم إن شاء الله البدء بكثير من المشاريع في هذه اللي يحددت في خلال هذه السنة والمبادرات بدأت والفرق بدأوا بالعمل وهناك مؤشرات أداء ومتابعة لجميع هذه الفرق هناك مشروع مثل ما تعرفوا اللي هو منظومة الزائر هذه منظومة الزائر الآن أطلق هناك بعض الإشكاليات الفندية بعد معالجة هذه الإشكاليات سوف يصبح بإمكان أي سايع في أي مكان في العالم أن يتقدم بطلب التأشير عن طريق الأنترنت ويحصل عليها عن طريق الأنترنت الآن فيه فترة التفعيل إن شاء الله يسعى القائمون على منطقة شهبار للتجارة الحرة بإيران إلى تكامل مع منطقتين صحار والدقم الاقتصاديتين لإيجاد شراكة اقتصادية واستثمارية في المجال اللوجستي عبر أسواق جديدة تمتد لدول آسيا الوسطى ومختلف دول العالم ويبلغ حجم تبادل البضائع بين السلطنة وإيران مليونيط وهناك مساع جدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين موانئ السلطنة وإيران منطقة صحار الصناعية والدقم الاقتصادية وما تمثلانه من أهمية كبيرة يعول عليها في دعم الاقتصاد الوطني كانت حاضرتين في اللقاء الذي جمع الوفد الإعلامي العماني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع المسؤولين عن منطقة شهبار للتجارة الحرة والذين أكدوا بدورهم على الجانب الحيوي للمنطقتين وسعيهم الجاد للعمل بصورة تكاملية مع هاتين المنطقتين واهتمام الجانب الإيراني بتطوير التبادل التجاري والاستثماري منطقة شهبار الحرة ومنطقة صحار الصناعية يقعان في منطقتين استراتيجيتين متقابلتين وإذا أضفنا إليهم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فإن العمل سيكون مثمرا جدا ونتائج الاقتصادية ستكون مبهرة وبدورنا سنعمل على توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين السلطنة وإيران لإيجاد أسواق عالمية جديدة المثلث اللوجستي الذي تسعى منطقة شهبار التجارية على إنشائه مع منطقتين صحار والدقم يهدف إلى إيجاد أسواق جديدة والانطلاق نحو آفق أوسع من التعاون الاستثماري والتجاري علينا توسيع خطوط النقل البحرية بين مناطق شهبار وصحار والدقم حتى نصل إلى الحد المطلوب هذا الأمر سيفتح لنا أسواق جديدة في دول آسيا الوسطى وأفغانستان خصوصا إذا تم ربط منطقة شهبار بسكة حديد نحو تلك البلدان كما أنه سيرفع حجم تبادل البضائع بين السلطنة وإيران من مليوني طن إلى ثمانين مليون طن القائمون على منطقة شهبار للتجارة الحرة يعملون على استكمال باقي المرافق كما يسعون إلى إنشاء سكة حديد تربطها بأفغانستان وتستورد المنطقة بعض المواد الخام من منطقة صحار الصناعية نركز في منطقة شهبار الحرة على صناعتين رئيسيتين الأولى هي صناعة الحديد والذي نستورده بشكل خام من منطقة صحار الصناعية والثانية هي صناعة البتروكيماويات حيث تملك إيران المواد الخام ويمكن توسيع هذه الصناعة عن طريق المنطقة الاقتصادية في الدقم حجم التبادل التجاري بين السلطنة وإيران وصل إلى 450 مليون دولار خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع هذا العام ليصل إلى 800 مليون دولار صنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016 السلطنة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وحصلت السلطنة في المؤشر الذي يعتمد تصنيفه على عدة مؤشرات بينها توفر الصحة والتعليم والعمل وتمكين المرأة وحقوق الطفل حصلت على البركز السادس عربيا في حين حصلت على المركز الثالث والخمسين عالميا في القائمة التي ضمت 188 دولة شاركت السلطنة في مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي المؤتمر استعرض استراتيجية متكاملة تحصن الأطفال من مخاطر وسائل التواصل وتحفظ نشأتهم القويمة من مخاطر هذه المواقع الإلكترونية كما ناقش المؤتمر الحلول الناجعة لمواجهة المواقع التي تستهدف الأطفال بمشاركة الشركات المزودة لخدمات الإنترنت من خلال دورها الإنساني والأخلاقي في حماية الأطفال ترأس وفد السلطنة في المؤتمر مع السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية شبكات التواصل الاجتماعي بين الأهمية والمحاذير أبرز الدراسات التي ناقشتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعها اليوم بمقرها في حي السفرات بالخير كما ناقشت الهيئة الاستشارية في اجتماعها دراسات حول المرأة والتنمية الشاملة في دول مجلس التعاون ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأفريقيا فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون صدنة عمان وفيها بعد الفاصل معرض فني بمسقط يستعرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي اشتركوا في القناة للتعزيز الوعي لدى المجتمع بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها من السنزاف شاركت السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمياه الاحتفال والذي يصادف الثاني والعشرين من مارس من كل عام ركز على ضرورة إعادة تكرير مياه الصرف الصحي الحادي والعشرون من مارس هو اليوم العالمي للمياه مياه لا زال أكثر من ستمائة مليون شخص محرومين من مصادرها النقية حيث يطرح ما يزيد على ثمانين بالمئة من مياه العالم العادمة في البيئة بدون معالجة مسببة تلوثا كبيرة لذلك تشارك السلطنة دول العالم رفع شعار المياه المستخدمة مورد غير مستغل مياه الصرف الصحي تشكل مصدر محتمل لسد الفجوة المائية في عمان التي تزيد عن ثلاثمائة مليون متر مكعب في السنة وحاليا الاستخدام يوصل إلى حوالي خمسين مليون متر مكعب في السنة يمكن أن تسد بعض من الفجوة المائية ولكن الأهم في الأمر هو الكلفة الاقتصادية لمعالجة مياه الصرف الصحي مياه الصرف الصحي معالجتها واستخدامها هما محوران نقاشات الباحثين والمشاركين هنا التي تصب حول معالجة مياه الصرف الصحي ومشاكلها وكيفية تحسينها إلى جانب قوانينها كما كانت المناسبة سانحة لتكريم الفائزين بالمشاريع البحثية والابتكارية في النسخة الأولى للمسابقة التي يشرف عليها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وبتنفيذ من مجلس البحث العلمي ووزارة التربية والتعليم الجراعة المائية المفتوحة هي عبارة عن جراعة في قصاري يتم وضع الماء والشماد وبعده يتم تسرب إلى سطح الأرض وبهذا يكون خسارة كبيرة في المياه وكذلك الأسمدة فحاولنا أن نبتكر جهاز بسيط الابتكار هو سمارت ووتر هيتر صخان المياه الذكي يأتي هذا الابتكار كتطوير الصخان الكهربائي بإضافة إلى العديد من الأفكار والمميزات والاستفادة من المميزات الجديدة التي أضفتها في الابتكار وحماية المستخدمين من الصعق الكهربائي والتقليل من إصراف المياه وكذلك حماية الصخان الكهربائي من التلف وتزويد المستخدمين بالعديد من المعلومات حول الصخان الكهربائي كما قدمت هذه الابتكارات حلولا إبداعية في مجالات التوعية وتوفير المياه وترشيدها إلى جانب التخلص من ملوثات الصرف الصحي المياه المستخدمة مورد غير مستغل حقيقة علمية تعمل السلطنة مع دول العالم على استثمارها بما يعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة أحمد بن بارك الدرمكي جامعة السلطان قابوس المياه نبع الحياة وهي المورد الأساسي لكل كائن حي لذا حضيت المياه باهتمام عالمي كبير ونظرا لتفاقم مشكلة نقص المياه وخاصة المناطق الجافة وشبه الجافة استوجب ذلك تحسين مستوى إدارة وترشيد استهلاك المياه وتنفيذ برامج مكثفة لرفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على هذا المصدر الحيوي ومن هذا المنطلغ وتزامنا مع الاحتفال باليومين العربي والعالمي للمياه احتفلت إدارة مورد المياه بمحافظة الضفار بهاتين المناسبتين من خلال القيام بزيارة طلابية لسد حماية مدينة الصلالة من مخاطر الفيضانات وعين جيرزيز لو نرى حولنا كلنا يعتمد على المياه هذه الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي ولا بد هناك تكاتف من القيام من الطفل من الطالب للكليات للجامعات للنستوى الحكومي لكل القيهات تكون متكافئة لهذه المياه وقام المعنيون بإدارة مورد المياه بمحافظة الضفار بشرح تفصيلي عن السدود وأهميتها وكذلك تطرق الحديث عن العيون المائية الطبيعية وأهمية المحافظة على تلك الموارد المائية فالماء شديان الحياة كما نعلم جميعا فهو مهم جدا لاستمرار حياة البشرية وقال الله تعالى واجعلنا من الماء كل شيء حي يجب أن نحافظ على المياه وأن نعتني به وأن لا نلوثه بأي حال من الأحوال كما أقيم بصلالة جيردنز مول معرض توعوي يهدف إلى التعريف بجهود الوزارة في المحافظة على المياه وتوزيع المطويات على زائري المعرض حبينا نشارك في هذه المعرض لأهمية اليوم العالم للمياه لقب التوعية لأهمية المياه للزائرين لهذا المعرض ونحن نكون أفراد لقب علينا المحافظة على المياه نحن من مركز الأم الدعم المواهب نشاركنا اليوم في اليوم العالمي للمياه لتوعية الأطفال عن أهمية المياه هذه المناسبة تعد رسالة توعية مهمة لكافة أبناء المجتمع للحفاظ على المياه من ولاية صلالة بمحافظة فار محمد من بخية حاصون الشحري واقع الترجمة وتحدياتها في السلطنة أبرز ما سيركز عليه ملتقى اللغة الإنجليزية والترجمة في نسخته الثالثة والذي انطلقت فعالياته بجامعات السلطان قابوس الملتقى الذي شارك فيه عدد من المهتمين والباحثين بأوراق عمل مختلفة تضمن فعاليات أهمها ندوة برامج بكالاريوس اللغة الإنجليزية والترجمة تقول أن الطريقة الأخرى للمعرفة تتم من خلال الصور فعلى سبيل المثال إذا أعطى المعلم صورة لطلابه ثم طلب منهم قراءتها والخروج بقصة فإن كل طالب سيأتي بقصة مغايرة وهي مثال مغاير لترجمة نص بلغة أجنبية الترجمة تعرفنا بالثقافة البلد اللي نترجم فيه ثاني شيء الترجمة أن نتعرفنا بمصطلحات ومفردات يعني توسع كمية الفوكابلاري كمية المصطلحات اللغوية اللي نوقدها ملتقى اللغة الإنجليزية والترجمة تناول ورقة عمل كوضع الترجمة التحريرية والفورية في السلطنة كانت الترجمة الفورية والتحريرية في السلطنة عمان كمهنة بدءا من إعطاء نبذة تاريخية إلى إعطاء نبذة عن مكانة المترجم في القطاع الخاص والقطاع الحكوم إضافة إلى المترجم المستقلين أيضا مكاتب الترجمة في السلطنة عمان وتنظيمها أيضا الترجمة هو المجتمع المدني هل هناك جمعيات للترجمة؟ هل هناك مراكز معلية؟ الملتقى تضمن معرضا ضم مجموعة من الأقسام كقسم خداع العقل يجي الباع ويحاول إقناعك يقول لك ثق بالبضاعة أنا أثق لك أن هذه مئة في المئة ضمان وأحسن إنتاج وقسم آخر يتحدث عن تعلم اللغة دون قراءة نص أو قراءة كتاب جسدنا بعض الألعاب اللي ممكن تساعد الأشخاص في أنهم يقمعوا بين الترفيه وكذلك تعلم اللغة كذلك أيضا جسدنا صورة العقل اللي هو يتكون من الصور والمشاهد اللي يشاهدها وآخر يتحدث عن تطور العقل البشري بفعل القراءة أساسيات القراءة كيف تكون بالتعرف على الحروف بعدين وضعها في كلمة مكتوبة وبعدين كيف يتعرف العقل على الصوت والمعنى للكلمة وبعدين كيف ممكن أن نطور الأطفال كيف ممكن أن نسرع من عملية قراءة الأطفال وللترجمة قوانين تفرض الالتزام بالنص الأصلي دون الإخلال بمفرداته ودلالاته يؤمن القائمون على ملتقى اللغات الإنجليزية والترجمة بأهمية الترجمة لما لدورها المهم في التواصل وتبادل المعارف المختلفة من جامعة السلطان قابوس يعقوب بن يوسف البلوشي الأعبال الفائزة في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي تعرض في معرض فني يقام بساحة مدخل مركز التسوق جراند مول نتائج المسابقة التي تهدف إلى تطوير العمل الشبابي المؤسسي ستعلن رسميا في مؤتمر صحفي في إبريل القادم للمرة الأولى معرض للأعمال الفائزة في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي قبل إعلان نتائج المسابقة المعرض يحوي مشاركات الشباب في الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي والخط العربي المعرض يحتوي على بعض الأعمال المتأهلين على مستوى السلطنة في المقالة الفنون التشكيلية ومقالة التصوير الضوئي وكذلك يعرض بعض المجالات في المسرح والتصوير الضوئي وعدد من المجالات التي تعتبر من ضمن المسابقة الأندية للإبداع الشبابي أعمال فنية هي الأفضل بين مشاركات واسعة بلغت 7700 مشاركة في 11 مجالا تأهلت من مسابقات الأندية الشبابية في مختلف محافظات السلطنة هذا المعرض يقصد نخبة من الأعمال الفنية الشبابية التي لاقت تخبال شديد من مختلف الفئات العمرية نتائج المسابقة سيتم الإعلان عنها رسميا في إبريل القادم بعد الانتهاء من تحكيم ما تبقى من منافسات وسط مجالات جديدة استحدثت خلال هذا العام تم إضافة ثلاثة أقسام الخطابة للفئتين العمرية من 10 سنوات إلى 15 سنة ومن 16 سنة إلى 30 سنة وتم إضافة فن الشلة على ذلك تم إضافة بالنسبة للفنون التشكيلية إضافة الخط العربي مسابقة الأندية للإبداع الشبابي ملامسة لطموحات الشباب عملت على تفعيل البرامج الشبابية في الأندية وهي بمثابة جسر يضيف النقاط للأندية الشبابية للتنافس على الفوز بكأس صاحب الجلال السلطان قابوس المعظم للشباب انتصار بنت حبيب الشبلية محافظة مسقط مناقشة مؤشرات الرعاية الصحية الأولية على مستوى السلطنة ومنها مؤشر صحة المرأة والطفل ومؤشر الأمراض غير المعادية أبرز ما استعرضه اجتماعه مراجعة برامج ومؤشرات ومبادرات الرعاية الصحية الأولية الاجتماع استعرض مؤشر القوى البشرية في الرعاية الصحية الأولية وكيفية توزيعها كما ناقش البحث الخاص بالتغذية وأهميته في إعادة صياغة خارطة التغذية وأكد الاجتماع أن الخدمات الصحية شهدت تقدم ملحوظا على كافة المستويات الأولية والثانوية والثلاثية ترأس الاجتماع مع الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة نظمت السفارة المصرية بمسقط حملة لتبرع بالدم حظيت بمشاركة واسعة من بعض السفراء العرب والمصريين المقيمين في السلطنة وطاقم السفارة المصرية والعاملين بها الحملة التي حملت عنوان دم واحد صاحبها إجراء العديد من الفحوصات الطبية لفحص الضغط والسكري وفحص العيون أخبار عمان مستمرة وننتقل بحضراتكم إلى جولة مع أخبار المحافظات لليوم الثالث على التوالي تتواصل على مضمار الفليج لسباقات الهجن فعاليات السباق الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن الأهلية 2017 وقبل يوم من الختام على موعد الكأس الغالية وجهة الهجانة السلطانية بالمراكز الأولى في شوطي الحول والزمول لمسافة ثمانية كيلو مترات السباق الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن الأهلية 2017 يواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالي والذي خصص لسن الإذاع والثنايا والحول والزمول وشوطا وحيدا للعرضة الطويل وقبل يوم الختام على الكأس الغالية شهد ميدان الفليج انطلاقة أحد عشر شوطا وجاءت نتائجها على النحو التالي أولا أشواط الإذاع لمسافة ستة كيلو مترات الشوط الأول وخنجر الإذاع كان من نصيب شذاء لمالكها محسن بن علي لوهيبي والشوط الثاني كان للفاتنة لصالح بن محمد الجحافي أما الشوط الثالث كان لدانة العين لعبد الله بن سعيد العسكري فيما انتزع الناموس في رابع لاشواط قزيل لمالكه حمدان بن سالم الزرعي اليوم ما شاء الله شهدنا مشاركة واسعة لأصحاب الإبل يعني تقريبا اليوم عدد عشر شوط لفئة الهداع من خمسة كيلو والثناية والحول وشوط واحد للعرضة الطويل أما نتائج سن الثناية ولمسافة سبعة كيلو مترات جاءت في المركز الأول الضبي لحمود بن سالم لوهيبي وفي ثاني الأشواط لسن الثناية جاءت احتلال لحمد بن محمد لوهيبي وفي الشوط الثالث كان الفوز مع جلاد لسالم بن غافل الجحافي أما في الشوط الأول للحول ولمسافة ثمانية كيلو مترات كان فصل الخطاب في مجريات الشوط للهجانة السلطانية وأعلنت الفوز دمعة مع المضمر سيف بن عبدالله الحبسي وفي ثاني أشواط الحول فازت الطيارة لمنصور بن صبيح لوهيبي في التحجيم فرز النتائج الهجن الثلاث اللوائل على أساس التفتيش وأخذ العينات وفحوصات للجنة التابعة التي هي من بعد الخط نعطيهم النتائج من بعد ذلك التنفحص للهجن الثلاث الفائزة بالمراكز الأولى أما شوط الزمول لمسافة ثمانية كيلو مترات فاز بالمركز الأول الرامي للهجانة السلطانية مع المضمر حمد بن محمد لوهيبي ومع ركض العرضة الطويل لمسافة اثنين كيلو متر فازت الغبرة لسالم بن سعيد الزرعي ذياب بن عبدالله النوفلي من ميدان الفليج بولاية بركة بناء قيم وتوجيه سلوك هو العنوان الذي اتخذه ملتقى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين شعارا له في نسخته الثلثة وذلك لتمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم الملتقى الذي تنظمه تعليمية الداخلية للعام الثالث شهد مشاركة فاعلة من مختلف المؤسسات ذات العلاقة وسعى إلى معالجة السلوكيات الطلابية السلبية قلة وعي بعض الطلاب وأفراد المجتمع بمخاطر وأبعاد السلوكيات الطلابية السلبية والحاجة إلى تطوير مهارات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من أبرز المبررات التي دعت إلى تنظيم ملتقى للأخصائيين بهدف بناء القيم وتوجيه السلوك الجديد اليوم أن الأخصاء الاجتماعي بدأ يجسد دوره كأخصاء اجتماعي بشكل واقعي الآن الأخصاء الاجتماعي سيكون له ثلاثة أربعة أركان الركن الأول سيجسد الحالة سيخبر الطالب بالحالة التي سيكون عليها عند وقوعه في سلوك معين ثم يتدرج إلى مرحلة التشخيص ما هي الظواهر التي تظهر عليه أيضا ينتقل إلى مرحلة العلاج برنامج حفل افتتاح الملتقى الذي يستمر لأربعة أيام أكد على ضرورة رفع كفاءة الأخصائيين لتمكينهم من التعامل بطريقة احترافية مع السلوكيات غير المرغوبة الملتقى هذا يفيدنا نحن كأخصائيين اجتماعيين في الحصول على كثير من الرؤى والتطلعات حول كثير من المشكلات التي بدأت الآن ظاهرة على السطح فنحن كأخصائيين اجتماعيين دائما نواكب التطورات التي تحصل في المجتمعات بشكل عام وبالتالي نوقد كثير من الاستراطيات والخطط بالنسبة للمشكلات التي تعرض لها الكثير من الطلاب على خشبة مسرح المركز الثقافي بنزوة جسدت طلبة من خلال العروض المسرحية جانبا من المواقف التي تمر على حياتهم والتي تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمجتمع والمدرسة للتعاطي معها بإيجابية وخاصة في ظل ما فرضته التقنيات الحديثة ووسائل التواصل من أنماط وسلوكيات سلبية في بعض الأحيان الملتقة هو فرصة جيدة لنا كخاصة اجتماعية ونفسية التعرف على أساليب جديدة ومتنوعة فيما يتعلق في الوقوف أمام المشكلات الطلابية المدرسية وكفية التعامل معها بحيث أن أصبح الطلاب الآن يحتاجوا إلى التعامل معهم على حسب المرحلة العمرية التي يعيشوا فيها حسب الفترة هذه المعرض المصاحب هو الآخر بما تضمنه من أركان توعوية لمختلف المؤسسات التربوية والاجتماعية والدينية والصحية ولبعض مؤسسات المجتمع المدني شكل محورا مهما لنجاح فعاليات الملتقة وهكذا فإن الملتقة الثالث للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في محافظة الداخلية من شأنه أن يسهم في تنمية السلوك الطلابي لدى الطلبة وفي تعزيز وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الحميدة سعيد بن ذيب الهنائي محافظة الداخلية ولاية نزواء بهدف إتاحة الفرصة أمام الباحثين عن عمل ورواد الأعمال وتحفيزهم على إنشاء مشاريعهم دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم مبادرة منافذ وتأتي المبادرة كأحدى مساهمات غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قطاع ريادة الأعمال مبادرة منافذ تهدف لتنمية قطاع ريادة الأعمال وكذلك لإتاحة الفرص للباحثين عن عمل للمشاريع المنزلية أو المبتدئة للخروج للسوق المحلي والترويج لمنتجاتهم وبناء قاعدة مستهلكين ومتعاملين مما يساعد على إيجاد تواصل بينهما مما يحقق الاستفادة للجانبين منافذ حقيقة تعمل على دعم رواد الأعمال والباحثين العمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة استطعنا الحمد لله خلال هذه الفترة أن نحصل على محل بمركز اللولو بولاية خصب الجهتين طبعا الشخصين هي بنتين من ولاية خصب باحثين عن عمل يديروا أعمالهم من المنزل نتمنى إن شاء الله أنهم خلال هذا المحل وخلال هذا المنفذ أنهم يحصلوا على دعم كامل وأنهم يستطيعوا خلال الفترة المقبلة أنهم يغفوا على رجولهم ويفتحوا مؤسسات تخصهم بإذن الله تعالى تأتي مبادرة منافذ بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم من خلال الحصول على محل تجاري لنشاطين مختلفين لبيع الملابس الجاهزة والكماليات وآخر لبيع الحلويات والأواني المنزلية ساهما في توفير أربع فرص عمل لفتيات من ولاية خصب كنا يدرنا أعمالهن من خلال المنزل كان عندنا مشروع بسيط والحمد لله بفضل الله وفضل غرفة التجارة قدرنا نفتح هذا المحل بمساعدتهم وإن شاء الله بالأيام القادمة نقدر نوسع التجارة أكثر مبادرة منافذ تتيح أمام الباحثين عن عمل ورواد الأعمال فرصا مستقبلية واعدة وتحفز الآخرين على إنشاء مشاريعهم والانتقال بتلك الأعمال والمشاريع إلى أعمال تجارية ناجحة والدفع بها في السوق المحلي كما أنها تسهم في إظهار التنافسية كما أنها تلبي طموح وغايات المجتمع وتساهم في رفض القطاع الاقتصادي تماشيا مع خطة الاستراتيجية التنموية للسلطنة نجم بن عبدالله الشحي محافظة مسندم ولاية خصب بعد منافسة قوية من قبل مدارس محافظة البريمي في التصفيات الأولية للاختبارات الشفاهية للأولمبياد العلمي نفذت تعليمية المحافظة الاختبارة النهائي لهذه المسابقة الاختبارات هذه تطبق على الطلاب من الصف الخامس وحتى العاشر تحت إشراف قسم الابتكار والأولمبياد العلمية على مسرح تعليمية البريمي حضر ثمانية عشر فريقا تمثل مدارس المحافظة للتنافس في المرحلة النهائية للاختبارات الشفاهية للأولمبياد العلمي في مادتي الرياضيات والعلوم ومفاهيم الجغرافية البيئية أقيمت صباح هذا اليوم المسابقات الشفاهية للأولمبياد العلمي الطلبة والطالبات في مواد علوم ورياضيات ومفاهيم الجغرافية البيئية لاختيار الفريق الذي سيمثل المحافظة في التقييم المركزي سواء من مادة علوم أو مادة الرياضيات في جميع المراحل فالتنافس المعرفة بين الطلبة أظهر حرص كل طالب بالمنافسة والتحدي وغرص روح التنافس في المادة العلمية ثلاث مراحل سيمر عليها كل فريق والذي يتكون من أربعة طلاب المرحلة الأولى ستوجه ثلاث أسئلة للفريق عموما وفي الثانية سيجيب كل طالب على سؤال واحد بمفرده أما في الثالثة فيجب على كل فريق أن يجيب على خمس أسئلة اليوم كانت في منافسة قوية بين مدارس محافظة البريمي والحمد لله تأهلنا بالمركز الأول وإن شاء الله نفوز في مسقط وكانت تنمية معرفية حافظ لي عشان أوصل لمسقط طبعا هذه المسابقة أضافت لي روح المنافسة جعلتني أني أنافس لكي أبقى في الصدارة والحمد لله لك لحالنا اليوم طلع المركز الثاني على مستوى المحافظة عملية التصحيح تتم مباشرة عقب كل سؤال حيث يعرف كل فريق نتيجته قبل نزوله من على خشبة المسرح وفي حال التعادل في النتيجة يتم اللجوء إلى سؤال السرعة لتكون الغالبة للفريق الأسرعي في الإجابة في شهر إبريل القادم ستقام المرحلة النهائية لهذه المسابقة في محافظة مسقط حيث سيمثل المحافظة ستة فرق ثلاثة في مادة الرياضيات وثلاثة أخرى في مادة العلوم ومفاهيم الجغرافية البيئية المسرح التربية بولاية البريمي أنور بن زاهر الغريبي في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عنوينها حلقة نقاشية بمسقط تبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة في ظل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن مشروع قريات السياحية المتكامل في ختام مؤتمر عمان للاستثمار السياحي منطقة شهبار للتجارة الحرة بإيران تسعى للتكامل اللوجستي مع منطقتين صحار والدقم وفي ختام النشرة مشاهدين الكرام هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار للقاء اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدينا آخر الصور الجوية توضح تكاثف السحب هنا الشرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا شمال شبه الجزيرة العربية بعض السحب العالية والمتوسطات تعبر أجواء شمال السلطنة إذن مباشرة إلى توقعات الأجواء في محافظة مسقط بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة الصغرى حول العشرين درجة مئوية هنا في جنوب الباطنة أيضا السحب تبدو حاضرة ودرجات الحرارة بين 19 و 20 درجة 17 درجة في شمال الباطنة وفي محافظة مسندم أيضا قرابة العشرين درجة مع بعض السحب والسحب أيضا حاضرة هنا في سماء محافظة البريمي و 16 درجة مئوية بين 15 و 17 درجة في الظاهرة مع جواء غائمة جزئية 9 درجات في جبل شمس بالنسبة لمحافظة الداخلية وفي شمال الشرقية أيضا بين 18 و 19 درجة مع تواجد السحب فرص لبعض الأمطار المتفرقة على سواحل جنوب الشرقية المطلع على بحر عمان أو على بحر العرب أيضا والحال ذاته بالنسبة لمحافظة الوسطى فرص لبعض الأمطار المتفرقة وقد تطال ربما أيضا المناطق الساحلية أو بعض المناطق الساحلية لمحافظة الظفار ودرجات الحرارة بين 20 و 25 درجة مئوية رياح جنوبية شرقية على سواحل السلطنة المطلعة على بحر العرب معتدلة السرعة والبحر هادي الموج وويس الواقصر ارتفاع له مترا واحدا وربع المتر وأيضا هنا هادي الموج على سواحل محافظة مسندم مع رياح جنوبية غربية خفيفة السرعة في حدود 10 عقد ومتغيرات الاتجاه أيضا في حدود 10 عقد مع بحر هادي الموج على سواحل السلطنة المطلعة على بحر عمان إذن كان هذا كل ما لدينا من أخبار للتقص حتى الساعة أشكر لكم طيبة المتابعة إلى اللقاء